حقيقة هاي شوفوا استاذ انوار احنا دائما انا من اطلع اتكلم حتى وان كان بالصيغة القانونية فاتحدث بصراحة تامة والصراحة حلوة يحبها شعبنا احنا اي حكومة تجي شا سوي سوي من عام 2019 السيد عادل عبد المهدي انشأ هيئة عليا لمكافحة الفساد وفشلت فشل ذريع لقت القبض على كم شخصية هم بالهم شخصية احنا صح كلهم فاسدين استاذ انوار خلنا اتفق انا وانت كلهم فاسدين يعني انا مدى باري هؤلاء لا ولكن على الصيغة شوف الصيغة ده اتكلم عن الصيغة فشلت حكومة عادل عبد المهدي وفشلت الهيئة اموالته اجا الكاظمي ايضا سوى جاب ابو رغيف احمد ابو رغيف جابه وايضا اقتص من كم واحد موجودين مدير التقاعد العام وبوقته وكذا فلان وفلان وفلان هم لاغراض سياسية والان الان هسا صارت عندنا صفقة القرن زينا احنا هاي صفقة القرن احنا مستغربين على هاي المليارين وشوية دولار مستغربين وكذا وهذا يعني المليارات السابقة وان صارت المليارات هنا لجنة ابو رغيف اصلا هي لجنة غير قانونية استاذ انور لان احنا عدنا هيئة النزاهة هيئة النزاهة مقننة بقانون مقننة بقانون انا في ابوقتها من انشئوها طلعت في لقاء قلت لجنة ابو رغيف لجنة غير قانونية تكون قانونية ويعطى لها الغطاء القانوني اذا كانت بامرة الهيئة هيئة النزاهة والان من خلال قناتكم المباركة الكريمة قناة الفلوجة ايضا اوصل صوتي الى السيد محمد الشياع السوداني دولة الرئيس رئيس الوزراء يا دولة الرئيس حشاك من الخطأ ان شاء الله ومقامك كبير كرئيس وزراء لا تغطأ الخطأ اللي يخطأه قبلك الهيئة العليا لمكافحة الفساد خليها انطيها غطاء قانوني حتى تشتغلوا براحتها بامرة النزاهة ليش لانه النزاهة مقننة بقانون وهي ما بها قانون ما بها قانون مجرد قرار من رئيس رئيس الوزراء واحنا بهيج حالة نكون امام مخالفة قانونية ودستورية هاي واحد اثنيا يا استاد انور الطامة الكبرى اللي يسرق طفل حدث هاي حشيتها انا وحشيها اكثر ومن خلال قناتكم ايضا سرق باكيت كلينس من جوعة بالترافيك لايت سرق باكيت كلينس وكمشون نجدة صعد محكما حكم ثلاث سنوات وما اطلق صراحة بكفالة وهو حدث طفل طفل جائع اخذ كلينس باقي كلينس صاححنا مع القانون السرقة سرقة نعم ولكن احنا نريد المصطرة مصطرة القانون تطبق على الجميع تطبق على اللي يسرق كلينس وعلى هذا الزورية نور هستد قولي استاد كاظمي معاود اتقي الله زورية بايق مليارين نعم استاد انور نور السارق زورية وفوقها اكو اعلى من الزورية وفوقها اكو سمشة تتشيف وشوي شوي الى ان نوصل للحوت انا ككاظم الجحيشي كمراقب وكقانوني وكمواطن عراقي اطالب الحوت خليلقون القبض على كل الاسماء اللي يذكرها الى ان نوصل للحوت انا ما يهمني نور نور عنده مصارف وهي المصارف ما يسمحون هستكاظم الجحيشي يقدر يفتح مصرف هاي وينكو يشوف فيلم هذا احنا كل حتى الشعب العراقي عرف هذا الموضوع عرف انه وراء اسماء فهذا الضغط هذا الضغط تطلق صراحة احنا شنو هالمسرحية ولا طلقنا صراحة حتى يروح يجيبنا الاموال اسمع استاذ انور اولا الاموال المليارين ناقص عشرين مليار دينار عراقي وين موجودة في مصرف الود والمصرف مالته زين احنا كان الاجدر مع جل احترامي للقضاء انا ما انكل بالقضاء لا السلطة التقديرية الكفالة سلطة تقديرية للقضاء ولكن نضع علامات استفهام ومن حكمه كمواطنين عراقيين نضع علامات استفهام لان هذا الطفل صغير باقي كلينيس انحكم ما طلع كفالة وانتهى الى المحكمة زين وتنفذ بي حكم تلس سنوات طيب هذا مليارات يطلعوا كفالة ومعزز مكرم القصد الاموال وين خلاها خلاها بالمصرف مالته مصرف في الود كان الاجراء القانوني شنو يا استاذ انوار تحجز اموال المنقولة وغير المنقولة للتصرف بها من خلال المحكمة ما اطلع نهائيا ما اطلع هاي رقم واحد تصادر الاموال بقرار محكمة بعد الحكم عليه يعني ورا ما تثبت عليه يحاكم هو بالسجن يحاكم يصعد محكمة وينحكم واني من خلال قناتكم ايضا شوفاني اناشده هواية بس اجبا يسمعوني المسؤولين الله اعلمان العليا يسويه من خلال قناتكم يا استاذ انوار اتمنى يرجعون القانون القديم مع تخريب اقتصاد البلد تخريب اقتصاد البلد يا استاذ انوار اللي يهرب زجاج اللي يهرب آثار اللي يهرب نفط اللي يهرب حاي العملة الصعبة عملة صعبة استاذ انوار مد مليارين دولار هاي ميزانية دولة من دول الجوار فهاي تدخل من ضمن شنو هدر مال العام الطيني بالقانون العراقي شنو كلمة هدر بالمال العام هدر بالمال العام واحد مثلا مليونين دينار مليون دينار هاي معيبة مليارين دولار مزينة يعني ميزانية دولة تدخل ضمن نطاق الهدر او الاذراء 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 الفاحش هاي مين جابوا ان هالسوال فاي احنا شنريد الريد تندرج ضمن جريمة تخريب اقتصاد البلد عقوبتها مؤبد مدى الحياة اعدام حسب الجرم هاي خلصنا منها الشغلة الثانية مصرف الود مالته تقدرون انتو تحجزون اموال المنقولة وغير المنقولة وبعض ينتبعون بالمزاد وينحكم وينحكم وتتنفذ كل هاي شنو طلع زين انا ما ريد نور انا كمواطن عراقي انا كمواطن عراقي وانت يا استاذ انور مواطن عراقي احنا نريد يطونه من ورى نور حسنتو كشفتوها بارك الله بكم كشفتو الجريمة كشفتو الجاني انا اريد الورى هذا الجاني من هم الاسماء هايا ننتظر الاجابة بعدين خلال الايام